فالينا بقى نتكلم عن شوية رسائل أنا وصلت لي مثلاً من مسلسل دواعي صفر أنا حسيت أن المسلسل برضو بيسابورت فكرة أنه لازم الواحد لما يحسن هو نفسياً متأثر لدرجة أنه مش قادر يكمل أنه يلجأ لطبيب نفسي حسيت أن الرسالة دي مهمة أن إحنا كنا نأكد عليها في المسلسل جداً زي ما أنتوا عملتوا خلاص إحنا عدينا مرحلة دي يعني تفكرة الطبيب النفسي هي حاجة خلاص أمر واقع في الحياة يعني الناس كلها بتلجأ للطبيب النفسي لما تبقى تعبني يعني أعتقد أن إحنا في المجتمعنا محتاجين أتخطى فكرة إن الناس لما بتتعبطوا دكتور نفسي واو لا يا خلاص بقت زي طبيعية زي بحب يروح إنفلوانزا بيروح يعني ما بقتش حاجة خلاص أعتقد تخطناها طبعاً المسلسل بيتكلم عن فكرة أنه كان محتاج مساعدة ودكتور النفسي كان حاجات تانية يعني كتير حتى غير الدكتور النفسي نفسها يعني لأنه برضو فنان ففنانين سعب أظن أن هم متعمكين في نفسهم أو يفاهمين نفسهم فمش بسهل يلجأوا يعني أحياناً يعني فهو لقى الدكتور النفسي بتاعه حاجات في الحياة معاني يعني الدكتور النفسي بتاعه كان ما بيروح يزور بابا في القبر يتكلم معاه كان بيطلع على جواه حس بالطمأنينة بيواجه نفسه لما كان بيجاره هو مش أب وهو مش ابن اللي هو شخصية علي هو عايز يبقى الاتنين فأحياناً تلاقيه يبقى كوبتان ابنه وأحياناً يتكلم معانه وأبوه فحتى إما كان الأستاذ ناير بيكتب الشخصية كان بيقول أن هي علاقة فيها التضاد المتناغم يعني هم عاكس بعض بس فيه هارموني بينهم دي ازاف هو لقى في نفسه حاجات في الرجل ده واحد عايز يعيش والتاني عايز مش عايز يعيش فالاتنين بيخبطوا في حتة بيشوفوا بيشوفوا نفسهم في مراية يعني بشكل معاني